فيديو نادر للفنانة إليسا قبل شهرة لن تصدق كيف كان شكلها كان العام 1992 هو بداية الفنانة اللبنانية إليسا فعندما كانت في عمر السابعة والعشرين شاركت في برنامج استوديو الفن أحد أبرز برامج اكتشاف المواهب في ذلك التوقيت وكان يعرض على قناة LBC لاختيار فنانين عن طريق لجنة التحكيم ومؤخرا انتشر مقطع فيديو نادر للفنانة اللبنانية إليسا خلال مشاركتها في برنامج استوديو الفن والذي نالت عنه الميدالية الفضية وظهرت الفنانة إليسا خلال مرحلة تجارب الأداء حيث قالت إنها ستغني أغنية إن رحم نكيعين للفنانة شادية مشيرة لأنها لابد من التمييز بالحضور والصوت والآداء الجيد حتى يصل صوتها للجمهور ويذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا واسمها الحقيقي إليسار خوري ولدت في بلدة دير الأحمر من أم سورية وأب لبنانية حيث تتألف أسرتها من ثلاث بنات وهم إليسار ونورما وريتا وثلاثة شباب وهم غسان وجهاد وكميل بدأت إليسا حياتها الفنية في العشرة من عمرها بالاشتراك في المناسبات الاجتماعية وكان لها دور في احتفالات الأطفال في مدرسة المون لسال كما شاركت في مصرحيات ساخرة للفنان الراحل وسيم طبارة ولاحقا في مصرح الساعة العشرة درست الفنانة إليسا في مدرسة داخلية وكانت لا ترى عائلتها إلا أيام العطل التحقت بكلية العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل دراستها الجامعية كانت الفنانة اللبنانية إليسا متعلقة بوالدها الشاعر ومدرس اللغة العربية لدرجة كبيرة وقد التحقت بكلية العلوم السياسية بناء على رغبته وقد توفي والدها في عام 2004 قبل أن تصبح إليسا فنانة كانت ترغب في أن تكون مقدمة برامج في محطات تلفزيونية وقد تقدمت إلى الكاستنج في محطة LBC ومحطات ثانية في الحب اللي في قلبنا الناس فكرينوا إيه دا شغلنا مهما تبنا ولا حلفنا عليه ومهما بعدنا عنه نسيان أقوى منه ومهما بعدنا عنه نسيان أقوى منه ولا يهمك يا عين حين من قلبي فيك للقلبي حبك مره ما يحبش مريدين للقلبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر